أن أحمل الرجل ما فوق طاقته لأنه ما لدينا منطقة غضب هي كبيرة جداً جداً الحقيقة يعني هو رجل مسؤول في اللجنة الطبية إنما إحنا لو بنتكلم مع حد في الاتحاد الإفريقي مسؤول عن اللي هيحصل ده سدقوني لا حيكون ده رد فعلي ولا حيكون ده كلامي لأنه الحقيقة الواحد يشعر بغضب كبير جداً وغصة في الحلق خبر قدام حضراتكم على الشاشة هو خبر عاجل اللجنة الثلاثية الجديدة برئاسة موانس أحمد مجاهد تتقدم بإحتجاج رسمي للكاف وتطالب بإعادة مباراة مصر مع تونس قدام حضراتكم على الشاشة وده اللي كنت بتكلم معاك وفيه لأنه الحمد لله لما بنخرج بنبقى عندنا معلومة يعني بنطلع على الشاشة لازم يبقى عندنا معلومة فقدام حضراتكم على الشاشة اللجنة الثلاثية تتقدم بإحتجاج رسمي للكاف نساند وندعم وبقوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى هذا الاحتجاج وأنا بشوف أنه الموضوع ده ما فيهوش جدال وما فيهوش كلام وما فيهوش فصال يعني اللي حصل أمر فعلا يعني يفجر فيك كل طاقات الغضب اللي في الدنيا وبالتالي أنا بشوف أنه أمر غريب جدا جدا لو أنه الواحد بش حيبقى واقف مع الموقف ده واقف مع الناس دي ومع اللجنة دي ويكرس الوقت لهجوم أو لأسباب أو لأخر إنما اللجنة فيه الموقف ده موقف على فكرة إذا نجحت هذه اللجنة في هذا الملف أعتقد أنه سيكون يعني أمر مبشر جدا ده ملف اسمه ملف تقيل ده ملف أدرجية مش ملف سهل هديكوا سمعين دلوقتي هو أنا بجيبلكوا الجزء والشق الطب بيتقال فيه إيه والناس شايفة الموضوع إزاي وبالتالي إذا حصل فعلا واتحاد الكورة اتحركوا هم خلاص اتحركوا لكنه اتحركوا بالضغط الشديد واتحركوا بالتحركات اللي احنا منتظرينها يعني هتوب هيبقى مؤشر عظيم جدا جدا لأنه بيبقى حاجة ناس جاية لمدة شهرين وتنجح في ملف زي ده بتبقى حاجة يعني الواحد يعني يضرب لهم تعظيم سلام والله إذا عملوا كده إذا عمل مهنس أحمد مجاهد والمجموعة بيئة الكامل داخل الاتحاد فدي نقطة مهمة جدا